قصد اكتساب مهارات جديدة والتعلم من الخبرة الجزائرية يشارك 25 ضابطا للحماية المدنية من عدة دول عربية وإفريقية في دورة تكوينية جانبها التطبيقي تحتضنه ولاية البويرا تحت إشراف مكوينين جزائريين حول إدارة عمليات مكافحة حرائق الغابات اليوم رامت واجدين على مستوى غابة تاكبوش لإجراء التمارين التطبيقية على كل حال تم الاستقبال على الوفود فترة صباحية حيث تم التوفير كل الإمكانية المادية والبشرية لإنجاح هذه الدورة وهذا تنفيذ لتعليمات المديرية العامة المتربصون الأفارقة والعرب أجمعوا على فائدة الدورة التكوينية عليهم لخبرة الجزائريين الطويلة في مجال مكافحة الحرائق خاصة مع طبيعة غاباتها الكثيفة والوسائل المستعملة في ذلك نحن جينا الأسبوع الفائت على المدرسة التكوين لنأخذ أعمال تطبيقية حكينا واتدربنا سابعا على السيميليتر وأخذنا كيفية إطفاء الحرائق والآن عم ننفذ على الأرض يعني كنا بالسيميليتر عم نحاكي الواقع أما الآن ننفذ تنفيذ صار واقعي على الأرض مثل ما شايفين بالقليات اليوم صحيح حرارة شامس قويية كتير بس هيدة براتيك كتير حلوة لألنا طوال يوم موجودين معناها بالجزائر لاكتساب الخبرة واكتساب وأخذ عندهم كفاءة بما يتميزون به من كفاءة وخبرة ممتازة وقبل أن تكون هذه الدورة تكوينية وتعليمية هي بمثابة شهادة من المنظمة الدولية للحماية المدنية واعتراف من الدول العربية والإفريقية بالخبرة الكبيرة والطويلة لجهاز الحماية المدنية الجزائرية هذا السلك الذي هو عمل إنساني قبل أن يكون وظيفة مهنية